نبدأ بهو هو أنا إمتى بستخدمه؟ بستخدمه للمفرد المذكر مفرد يعني واحد ومذكر يعني ولد ممكن يكون الولد ده إيه طفل أو ممكن يكون إيه مساء المذكر ده ممكن يكون المذكر أب أو جد أو أخ كل دولة يندرجوا تحت إيه أو يجوا تحت كلمة إيه المذكر وهي بتبقى للمفرد المؤنس مفرد يعني واحد ومؤنس يعني بنوتة هم بيبقى للجامع كتير جامع مذكر يعني جامع إيه؟ أولاد يلا نبدأ بأول واحد هو زي ما قلنا هو للمفرد المذكر قلنا مفرد يعني واحد ومذكر يعني ولد يلا نشوف مع بعض أول مثال نقرأه سوا هو ولد ذاكي طيب يا أولاد في الصورة هنا ولد واحد مفرد يعني ومذكر طبعا عشان كده هستخدم له الدمير هو يلا نقرأ سوا هو يرسمه لوحة لو بصينا على الولد اللي في الصورة هنا يا أولاد هنلاقي بيعمل إيه؟ آه هنلاقي بيارسم فكلمة يرسم دي هي بتبقى فعل فعل يعني حاجة إيه؟ بنعملها والحاجة اللي بيعملها هنا الولد فبدأ مذكر عشان كده باستخدم له الدمير إيه؟ هو عشان كده بقول هو يرسمه لوحة ينفع أقول هي هي يرسم؟ آه كده طبعا ما ينفعشي عشان كده بقول هو يرسم ولو بصيت يا أولاد للكلمة إلا بعد هو اللي هي كلمة يرسم هلاقيها تبدأ بحرف إيه؟ أحسنتم الياء فلو الفعل أو الحاجة اللي بتتعمل بتبدأ بياء فده معناه إن إيه؟ بتكلم عن مذكر بتكلم عن مذكر فبستخدم الدمير إيه؟ هو يلا نروح للمثال اللي بعديه طيب نبصي هنا في الصورة يا أولاد هنلاقي هنا في إيه؟ أحسنتم ولد والولد ده بيعمل إيه؟ آه يلعب بالكرة تمام فيلعب اللي بيلعب هنا هو لد يعني مذكر عشان كده باستخدم له الدمير إيه؟ هو عشان كده بقول هو يلعب بالكرة تي هو يلعب بالكرة تي يبقى قلنا هو للمفرد المذكر طيب هي بتكون للمفرد المؤنس يعني مفرد زي ما قلنا واحد ومؤنس يعني بنت والبنت دي ممكن تبقى طفلة ممكن تبقى أم ممكن تبقى جدة ممكن تبقى أخت كل دول إيه؟ مؤنس يلا نشوف مع بعض أول صورة إيه في الصورة هنا يا أولاد؟ مم دي بنت عشان كده بقول إيه؟ هي بنتن ذكياتن هي بنتن ذكياتن طبعا بنت دي مفرد ومؤنس طبعا عشان كده بستخدم لها الضمير هي نبص في الصورة هنا في إيه بقى في الصورة هنا يا أولاد؟ آه في بنت طب والبنت دي بتعمل إيه؟ تأكل تأكل ده مدام حاجة بتعملها البنت فده إيه؟ فده فعل فنقرأ كده المثال هي تأكل كعك العسل آه تأكل دي حاجة بتعملها البنت ولو بسيط لكلمة تأكل هللا إيها بتبدأ بإيه؟ بالتاق فآه الحاجة اللي بتعملها بنت بتبدأ بإيه؟ بالتاق عشان كده استخدمت الدمير إيه؟ هي يلا نقرأ المثال سوى تاني هي تأكل كعك العسل نروح للمثال اللي بعد كده إيه في الصورة؟ دي بنت والبنت دي بتعمل إيه؟ تنام عشان كده المثال عندي هي تنام مبكرا لو بصلنا على تنام آه اللي بتنام هنا دي بنت وتنام تبدأ بإيه؟ بالتاق آه فهي بتبدأ بالتاق عشان بالنوتة اللي في الصورة عشان كده بستخدم لها الدمير إيه؟ هي هي تنام مبكرا نجي بعد كده للجمع هم بتبقى للجمع المذكر جمع يعني كتير أكتر من اتنين ومذكر يعني ولاد قلولي يا حبيبي الصورة دي فيها كم والد؟ واحد اتنين تلاتة تلاتة أولاد يعني كتير طيب هتخدم لهم بالدمير إيه؟ هم عشان كده بقولهم أولاد أسكياء فلما بلاقي الكلمة بتدل على جمع يعني كتير جمع ولاد جمع مذكر بستخدم لهم الدمير إيه؟ هم هم جنود أقوياء لو بصنا للصورة هنا هنلاقي هنا لولاد دول بيعملوا إيه؟ فعلا هم رايحين المدرسة عشان كده بقول إيه؟ هم يذهبون إلى المدرسة دول كتير جمع يعني عشان كده استخدمت لهم الدمير المناسب لهم إيه؟ طيب يا حبيبي هنجي دلوقتي للتدريبات هنشوف بأمين الشاطر والشاطرة اللي هيجابوا معايا السؤال بيقول إيه؟ أكمل الجمل الآتية بالدمير المناسب هو هي هم زي ما قلنا هو للمفرد المذكر هي للمفرد المؤنث وهم للجمع المذكر نقرأ مع بعض أول مثال بنت مؤدبات لو بصيت عندي كلمة بنت ده مفرد وطبعا دي بنوتة يترها استخدم لها إيه؟ نفكر كده للمفرد مؤنث هستخدم لها إيه؟ أحسنتم هي هي بنت مؤدبات نسأل لبعد كده يحب وطنه يحب وطنه يعني ده واحد مذكر ومفرد مفرد مذكر هستخدم له الدمير إيه؟ أحسنتم هو هو يحب وطنه نقرأ سوا تلاميذ أذكياء تلاميذ دول كتير ولاد يعني جمع مذكر هستخدم لهم الدمير إيه؟ أحسنتم هم هم تلاميذ أذكياء كيا أحسنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم يا حبيبي مزيد من النجاة